مرحبا أصدقائي مرحبا أصدقائي أنا آسف متأخر هذه فترة بس صدقوني والله العظيم مثل ما شفتوا أنه أرجع باليام متأخر من الدوام وبعدها عندي دوام مسائي يعني شغل بدي أقصب البيت ويا دوبك أنه أخلص قلت أخلي ببلك وأخلي شوية نحتي أقعد شوية هاي أنا مدى المطر أنا أخلي هاي لفوق شوفوا هامري وقلت نسول في شوية أحسن زيان قلت أخلي نحتي شوية قبل ما أبدأ شغلي اللي يعرفون المقربين يعرفون شناش تغل باليام أصدقائي الحبايبي بالنسبة لزواج أنا قلت لكم لازم تكتبوا لي اسماءكم بالصفحة يعني مو على الخاص لأنه على الخاص والله العظيمة هاي كتبوا لي هاي وأكون طبعا مو حلو مرات أنا جاء من الدوامية تصون بي والله مرات أربعة خمسة وأنا داي درته وبلخص يوم الأحد أصدقائي يعني أنه أنا الأحد من أجي أستغله أنه أقعد وإعائلتي وإطفالي أستقر يعني أنه يوم الأحد أرجى أحتي يعني وياكم والله صعبة أنا أعتذر أنا آسف أنتم حقكم يعني معذورين بس والله العظيم أعتذر من عندكم وأنا آسف والله الأحد خلوا قللي يوم واحد بس كتبوا لي ماكو مشكلة وأكواي ناس يعلقوا لي هاي يكتبوا لي السلام عليكم السلام عليكم مرحبا لا تكتب لي السلام عليكم مرحبا اكتب لي شنو تريد ليش؟ لأنني يعني والله العظيم عندي من الأربعين خمسة ستين مسجر يمكن مرات يوصن مئة زياني إذا كل واحد كتب مرحبتين وش اسمه اكتب لي قصتك شنو شنو مشكلتك وشنو تريد أنا قبل راح أجي أقرأ يعني أجابك يقول لك يعني مثلا شنو تريد شنو تحتاج شنو هذي فحبايبي أخواني الله يخليكم مثل ما قلت لكم بعد ما أعيد الموضوع تدخلي بموضوع مباشرة باللي تريده اكتلي مثلا مرحبا أخوي أريد هل قدوهك مرحبا ما عشنو أريد مثلا شنو القصة هي يعني كتبوا لي هواي ناس أخواتي كتبوا لي هواي أخواني يخليهم كتبوا لي هواي وأنا أجاوبهم بإذن الله بإذن الله بكل حب أجاوب بإذن الله ماذا شعبت شاي؟ آي بعدها آي بعدها شعب فأصدقائي شيء ما يقعد كماني شغلة بسيطة أنا أقدر يوميا يقعد هنا حتى نفتح live بإذن الله عن قريب بإذن الله عن قريب إذا فكرة حلوة نسويها نفتح يوميا في نص ساعة نسوي وقت يوميا نص ساعة ساعة نفتح live وندخل بال live نحتي نحتي يعني شون أسئلة سيؤلون إياها مكان ما تعلقون والتعبون نحتي نسولف كل واحد يسألني سؤال وحتى أكو موقع اسمي البحث يتدخل بيه اسمي بيغو live هاتحبون نسوي صفحة بيه لأن هذا البيغو live بإتصال يعني كنت تتصل بيه وتحتيها الكاميرا والناس كلها الشاهد فأنت مثلا في البيغو live إذا اتصلت بيه وشاهدوك مثلا أربعة مثلا مثلا وانت تسألني مثلا شلون أحاجر مثلا من بلروسيا أنا أجاوبك هؤلاء الأربعة يستفادون بدون أن ينتصم بيه هؤلاء ماذا؟ أو بالبثنباشا نفس الشي يعني هو نفس الشي أو نفس الشي وانت سأتحدث كلها ستشوفها بالعكس فقصدي أنه بإذن الله بإذن الله نتواصل أكثر به إن شاء الله أنا بحل الفترة بس شوية مشغول وعندي سفرة إن شاء الله عن قريب وبعدها إن شاء الله بإذن الله تفرغكم أبقى يومية نزل في اليومية ما توقف المهم حتى أنا ما طول عليكم ولا أبدأ أطول عليكم أنا جاء لكم اليوم موضوع شغل وهذا الشغل يخص ناس أو فئة من حضرتكم اللي أتمنى بالتعليقات تكتبوا لي شنو اختصاصكم وشنو شغلكم على مو داني أبدأ على هذا الشغل أبحث عنه وأشوف يردون شغل وأبدأ أن نزل نفس الشي بإذن الله سنزل لكم رابط تحت بإذن الله سنزل لكم رابط تدخلون عليه وهذا الشغل موجود بس إلما للمرضين إذا كنت فيتر كهربائي حلاق راح أبحث وأدخل وأتأكد وأعتصل على المرض أنه مضوع 100% وأرجع أخبركم أصدقائي الحبايب الطيبين ربي يحفظكم يسلمكم ينطيكم الصحة والعافية وأشوفكم دائما بخير خواتي إخواني أنا هذا فضل من رب العالمي محبتكم إلي أو الكلام الطيب ليغلط أنا أشكره جدا ربي يوفقك ويحفظك أنا إنسان لدي أهم شيء أساعده إخواني لا يوجد مشكلة أغلط الصباح وين أضغطه عليه لا أفعله لا أفعله لا أفعله لا أفعله بالمهم إذا أنا أغلط فأني إنسان أغلط أنه بالجسمين أغلط يقصد أنه مثلا كلمة أو أضيف أقدم كلمة أو يمكن تاريخ فعادي إنسان ليس إله حتى مرات أكو أشياء بالمهم يجب أن أدري بها أن أعبرها لأنني أقول عادي يعني موضوع طبيعي يعني لماذا أن الأشياء المصطنعة يعني أنا أقدر كل هذه الأسات التي أفعلها مثل قبل أقدر حتى النفسي هذا أقطعي عادي ما يطول عندي ثواني أشمراء بس أنا صغيرت الموضوع طبيعي أنا أقول أن أنت من تسمع لا تشعر أنه هذا يسمع هذا الذي يدخل بإذنك الذي يسمع تك 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 النفس كل يروحي أنت تريد أن تركز عليه أكثر لا تركز على الكلام وأنا أعلم أنكم يعني باختصاص أعرف ماذا أنتم وماذا أنتم المهم أصدقائي حتى لا أطول عليكم أصدقائي قبل فترة قلت أي شخص يعمل في أوروبا ويعمل يسمعونه أو الذي يسمعونه شهادة عمل الشهادة عمل الشهادة عمل الموجودة هنا أصدقائي ما هي؟ هي أن أنت تتميز بشهادة مثلا أنت مرض أنت دكتور أنت فيتر أنت ما اسمك؟ يجب أن تفعل شهادة أو أن تبدأ تعمل هنا بكل أوروبا عموما يجب أن يكون لديك شهادة إذا لم يكن لديك شهادة شهادة تأسيس البواري هل ترى أن تأسيس؟ أو المجاري ينظف المجارة لا أحدهم فقط قصدي هناك أشياء لديك شهادة هنا يوجد شهادة مهنة وشهادة تدريبية أكثر الشغل مع عدد تمريض يحتاج شهادة تدريبية لكن التمريض يحتاج شهادة مهنية يعني ما هي شهادة مهنية؟ يعني مثلا تدخل دورة من ستة شهر إلى سبعة شهر ثلاثة إلى أربعة شهر تدرس وبعقاية أطبيقية بالمستشفى المستشفيات لا تخلى من التمريض لأنه يعني يحتاجون سنويا فترة أنه يجدد أكثر الألمان أو الأجانب عمان هم كبار في العمر يشتغون تمريض وأكثر يشتغون تمريض هنا يشاهدونه متعب ليش لأنه إذا تجي أنت على الشكل أنه فيك مرض وستدريتك لابسهم مع شهادة لا أنت تفكر هذا الموضوع مثل العراق مثل العالم العربي تمريض متعب جدا أنه يشتغل تمريض عروف لأنه شوف دم شوف معه شسمه شوف ناس مرضى حتى كنفسية تتغير بالأخص أصحاب الأبراجة شوية تخوف من عندها أنه المعيّة وغيرهم شوية هاي يكون حساس بهذا الموضوع فأنت ما تجي تدخل بهذا الموضوع شوية تكون موضوع جدا حساس أصدقائي اللي يريد يشتغل باختصاص باختصاص يكتب لي جوا شنو اختصاص أنا راح أبدي بإذن الله دوروكم شغل وشغل وقصة أكوالد وجه هو زوجته وجهنا وما عنده شغل أحكيكم قصة على موجود نبدأ شو نربط الشغل والله نختصر لأنه شغل بسيط فأجي دور على شغل فأثناء يحكي يغير قل لي يحكي ما يشتغل قلت له والله يا أخوي أنا برأيي الشخصي شوف لك شغل دولة يعني يعني داخل الدولة مو شغل أهلية شركات أهلية كثير موجودة ما بيها شيء بالعاكس ينطوك ضراب كل شيء طبيعي مثل الدولة بس الدولة أول شيء تقدر تاخد جنسية سريعة تقدر تاخد رقمة سريعة تقدر تثبت نفسك سريع أنت تخدم الدولة عندك 30 يوم إجازة ليس 27 السنوية ينطوك يسمونه يعني بالعلمانيا يعني عيد الميلاد يعني شون مولد عيسى عليه السلام ينطوك فلوس زيادة يعني مثلا راتبك مثلا بالعراق مليون مثلا ألف ألف يورو ينطوك ألف و ينطوك سبعمائة منها خمسمائة حتى ثلاثة أربعة إلى نصف يجيك هذه فوق راتبك يعني عندما تتكمل وتتجدك الفلوس تستفت يعني زيادة الخير الخير الله يزيدكم يا رب بحق سيدنا محمد وعلي واصحاب الجميع فأنت من تأتي هنا لازم تستفت لازم شون ستجد عندك خبراء أكثر فأصدقائي حبائبي الله يسر عليكم ويحفظكم إذا تريد تشتغل وعندك أصحاب اختصاص يفضلنكم بالدولة مثلا عندك كثير هناك شفية تحلية هناك هناك دكات تعملهم دكتورات كل شيء كل شيء على فكرة أنا مرة قلت المحجبة لا ألاحظ أخواتي سألني مثلا أقول لهم أنت محجبة أقول لهم أنت محجبة العفو لا حجاب ندينة مستحيل أتجاوز على الموضع لكن قصدتي أنا أضحي لكم يعني أنه مستحيل أن أقول هذا الموضوع غلط لا لا لكن أنا أضحي لكم مختصر أنتم خيروا بين أن الإنسان يكون مخير بين أن يتحجب بدون بدون أنا أعرف الناس فقال الولد قال لي ماذا يعمل قلت له دور فقال لي فقالت قلت لماذا تشتغل بمخازن لماذا تدخل ماذا تدخل الطبيب هنا لماذا لا يتعلم فقالت فقالت شيء للعجب فقالت الجميع ومن ضم ما قلت لكم هذا المشروع قال لي جميع الجميع فقالي فكرة حلوة عجبتني فبقينا نأسس على هذا المشروع نأسس 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 لحد ما وصلنا لحل قبل فترة حتى ما أقول لكم مش قد بس قبل فترة شبيرة يعني رجل هازم ما شاء الله عنده بيت وسيارة الله يرزقها مو حزد المهم فأجي فأجي قال لي أوكي فقت له شنو شو شو شتغلت غابت قيمة فترة قال لي والله لقيت على الانترنت لقيت دورة مع التمريض قت له شنو قال مع التمريض قلت له حلو واشتغلت ممرض قال لي اي والله قلت له شتبته هم انت شاسمي قال والله أنا شيت قبل عرف فضل وقبر هو واخوه هم ممرض ومساعده ومع شاسمه هذي وزوجته هم تعرف انه بالبيت هو يعني أم جده هيتش وولاده هيتش وهاذي فمن خلال هذا المشروع هم عدتهم شوية خبرة زاد راح قالهم انا عرف ودخل مختصاصة ودخل تقريبا تسعة شهر دورة دورة على حساب الدولة تروح تقولهم انا دخل دولة مريض وانت هنا حجل لك ومن خلالها هم يسهلوا لك الامور وهم يدفعوا لك ومن تشتغل انت يمكن تدفع لهم او يمكن لا ما اسألتها بصراحة حتى ما يكون صادق بالمهم يعمل ممرض راتبه خير من الله يدوم اسبوع صباحي واسبوع مسائي وعنده مرات يجي صباح مسائي عنده ثلاثين يوم اجازة راتبه يوصل تقريبا فهو زوجته يعني تقريبا ستة تقريبا ستة تقريبا فهو زوجته فهو زوجته انتوني ان شاء الله بطريق جريم باذن الله فيا اصدقائي دورت وسألت انطاني موقع خابرت اليوم قلت لهم قالوا لي الموقع قالوا لي ايه احنا ما عندنا مشكلة حتى اذا بالعراق خبتوني حتى اذا بالمغرب حتى اذا بالتونس حتى اذا بالجزائر حتى اذا بكل دولة عربية ما عندنا مشكلة حتى اذا بالعراق يتصل بينه وهو اذا مسوي او سبلدونك اللي يعرفون شون او سبلدونك يفتهمون اللي يمسوي عند اجازة مثل ممرض ويسافر يدخل على هذا الموقع يدخل على هذا الموقع يدخل على هذا الموقع وينطيهم او اسمها خليكم صورته هسا هنا تجيكم صورته واسمه او اسمه جوا خليكم ايه شوف بالمونتاج شون تشف فالي اشتغل كونتو هالموضو تدخل علي تكمي اجراءات ودزولهم الدعوة هما حيتصلون بك ويبلغوك بايميل اذا قبلوا وافقوا عليك ورادوك حدزولك باذن الله الدعوة وتجي تشتغل هنا موظف مباشرة بمستشفى من بحث المستشفى اذا كانت اهلية او حكومية بـ 9% وحكومية فاذا مستشفى حكومية اصدقائي معناها فمعناها انت جدتك اقامه 100% بعد تقيمه سنة سنة ونصف سكن عليهم غصبا عليهم الدولة فالشرده منك اشوف النظافة الترتيب الاستقرار الوضع ما بي يمنى يسرع ما بي حيل مريض بطني ادروح معه شنو فتيجي هنا انت منتبتت واستقريت انت سويت نظام يخفل شلون اجتك اقامه وانت متدري يعني انت قاعد وتمشي بالقاهوة من غير هالاجراءات اذا كنت ابنية او ولد اذا متزوج تسعب عائلتك اذا ما متزوج تتزوج استقر لشان عربي او الماني او عادي اي دولة اوروبية المهم انا صديقي الزوج يونانية وقاعد الله يستطيعهم الصحة ومستقرين وعايشين بامان وجدتها ماشاء الله جنسية وهي مستقر طبيعي طبيعي انت معليهم اي دولة المهم ان انت عادي جنسية وتعيش داخل دولة اوروبية طبيعي اي دولة العاكس اللي عايش مثلا بالمانيا وياخر مثلا يونانية انا برأيي الشخصي عنده هواي اشياء يقدر يسويها افضل طبعا مو الراتب ما عنده مهم بعدين اشترككم هالموضو حتى ما طول عليكم حتى ما طول عليكم فخبر صار لكل ممرضين او كل يحب يكون ممرض لا تسألني انا خريج سادس او شاس ما يصير يصير المهم بالغ فوق ال 18 مو جين واحد عمر 15 سنة يقول لا يصير لا شباب فوق ال 18 شوك شنو فوق ال 18 تدخل الموقع السجل السجل تكمل كل شيء وترسل الهم باذن الله هم محتاجين موظفين باذن الله سيبلغوكم وينطوكم وهم عدهم يجبون من بره احسن ان دولة محتاج يتعامل واكثر الناس يعني شوف هاي المواضيع احتاج واحد عنده خبرة زائد عنده يعني شون موضوع يتقبله لانه انا صراحة انا الحمدلله والشكر ما اخاف من شيء بس ما استقبل اشوف دم وقتل واذبعا انا نفسيا انتحبان اروح اشوف هالاشياء واحد مجروه او واحد متخرب وطول واحد ما عشز ما اتحمل بس اكو واحد عنده طبيع جدا هو ممرضين ودكاترا مثلا يعني مثلا انا عنده اخويا طبيب اللي انطيص صح والعافية يسوي عملية ويطلع يتعشن انا اشوف واحد خربط يوم ما اكل يبلغ قسم بالله فاصدقائي ادخلو الخاص خلوه الاشياء مهمة وكتبوه انت شنو تشتغل لان انا من خلال انت راح تقولي شنو مثلا اشوف مثلا خمسة يشتغلون فيترية مثلا بما عشز ما هذي اكيد باذن الله راح اسوي حلقة بس عليهم واسوي انا تشتغل وما شاء الله الفيترية هاي اكون هشوف هاي شوف هان بيتي هاذا ذاك والله بس ضلمة هاذا شوفتكم هاذا فيتر هنا هاذا روسي ويشتغل يا واحد عراقي الفيتر هنا الفيتر الفيتر ليش اقول فيتر ما اعب ليش الفيتر هنا مثل التاجر بالعراق فلوس الله يرزقه فلوس يعني اذا انت فيتر هسا اكيد عندك فت بيتي هنا وبدبي وش اسمها فيتر هاي لانه اقل سيارة صلحة اقل سيارة خمسمية ستمية سبعمية مليون اقل سيارة من غير داخلك كم سيارة بالشهر تدخلك يعني الله يرزقها فاصدقائي ما اطول عليكم اتمنى لكم يوم وليل جميل لكل يسمعني انا اقطع منها شاسما خلي بالحاسبة منتجة لا اطول باذن الله يعني ما رح اقطع بس قليل اذن الله الله يسهل لكم الله يسهل كل شي باذن ادعي قول يا رب صلي شباب صلوا الصلاة مهمة شباب نقول الحمد لله وشكر احمدوا ربكم وشكروه والله يوفقكم صلوا على سيدنا محمد وعلي محمد رب يوفقكم ويحفظكم وان شاء الله باذن الله كنا بأوروبا وشباب اللي يقللكم اللي تجي انه على الوالدي قسم بالله كلب ابن كلب حاشما قلب وجيكم اللي يقول لها تجون أوروبا تخبل حياة استقرار عمان كل شي بيها ايجابي كل شي بيها ايجابي والسلبيات خلوها للسلبيين وباذن الله احنا قريبا كنا بأوروبا جروب يحيى الحجراء الغربة هشوفكم عن قريب باذن الله هنا البخير يجي حتى يستقروا او انسقروا مع السلامة مع السلامة